شهر الله الرحمن بتلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام نحن نتحدى ببكر و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و طلحة ما تستغرب إذا معلمهم و مربيهم و سيدهم و قدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام يقول عمر الخطاب في غزوة خيبر لما قسمت الغنايم أصاب أرضا في خيبر فجاء للنبي قال يا رسول الله أصبت أرضا في خيبر هي أعز ما أصبت في مالكة يعني ما في أفضل من هذه سبقا تملكتها أفضل ما دخل علي في مالي فيما أذكر هذه الأرض فمرني فيها يعني ما تنصحني ما ترشدني يا رسول قال إن شئت حبست أصلها يعني جعلتها وقف لله إذا اليوم عندنا مثلا وقف سددت القرآن هذا الوقف وهو معناها أن هذا المبنى الذي سيبنى ترى ما هو لفلان و لا لفلان هذا المبنى ينتقل وقفا لله عز وجل ما يملك أحد ملكه لله سبحانه لا يملك أحد من البشر لكن الجمعية تكون ناظرة على هذه الوقف كما أن الوقف ناظر يعني يشرف على مصارف يشرف على الماكن التي يصرف عليها من الحلقات من المكافآت فكان وقف سدنة القرآن ضمن الأوقاف العظيمة للمسلمين عبدنا الحملة وساعدة بالمناسبة حملة فرحة نجاحك التي دشنتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم من المدينة المنورة تحت وقف سدنة القرآن هذه الحملة ما شاء الله يتسابقون بعض الآباء و بعض الأمهات و أحيانا بعض الأصدقاء بإهداء الهدايا في فرحة النجاح الجمعية بادرت بهذه المبادرة من خلالها تستطيع أن تهدي تهدي وقفاً تهدي سهماً لزميلك بحيث أن يتفاجأ بأن له شيء أو ذخر في الآخرة ينتظر إهداء من زميله و هذه الهدايا التي تبقى لأصحابها و الآن يظهر على الشاشة هذه الحملة حملة فرحة نجاحك الآن تظهر على الشاشة هدية و أجر لا ينقطع بإمكانك أنك تساهم وتحول المبلغ عبر مباشر الراجحي ثم تطلب بطاقة إهداء بإسمك و إسم الشخص المهدالة عبر رقم الواتساب 055-4076677 و من خلال هذا الرقم يرسلوا لكم باشرة البطاقة أو بالإمكان كذلك إرسالها إلى صاحب هذا الإهداء توصلها رسالة و الرقم الآن ظاهر على الشاشة كذلك تصور حجم المفاجأة لما يصل للإبن الذي نجح هدية من والده و والدته يصل على جوال رسالة بأن تم إهدائك سهم من أسهم وقف سدنة القرآن وهذا هو هديتك في نجاحك طبعا ما يمنع أن تكون في هدايا دنيوية أخرى لكن هذه الهدية عادة هي تكون مفرحة خصوصا عندما يحس الشخص أو المهدى إليه بأنها فعلا وصلت و فيها تجديد و فيها تجديد الإنسان يعني بدل ما يتعود على هدايا معينة هذه الهدية جميلة يعني متعودين يهدون للناجح جوال بلاي ستيشن و الصغار سيكل ولا سيكل ولا يطلعون لمدينة الألعاب حط مع هذه بإهداء الدعوة و إهداء الصدقة هذه من الجمعية الخيرية وظن السهم خمسة ريال أو مئة ريال صحيح فيها فيها عدد من الأسهم تجي إهداء باسمه صحيح و لاحظ عبدالله ترى فيها رسالة قيمة صحيح يعني لما توصل الرسالة للولد و يعرف أن والديه يعني يرون أن هذه هدية و تصل إليه من خلال أنها هدية فإن ما تستبعد أن الولد يمكن في نفس السنة يمكن في نفس الفصل يهدي زملائه اقتداعا بما فعله والديه و عندما يعرف بأن الصدقة يعني فضلها كبير و يعرف أجرها و يعرف أن الآن لدي يعني شيء ينتظرني في الآخرة من الأجور و من الخيرات و مساعد كذاك لو تشوف يعني الحين مثلا أقل شيء نسويحنا عادة كيكة النجاح يجبون ترطوا يحطونها هنا و يقصونها كم ترطوا يشاريها بمئتين مئة وخمسين مئتين وخمسين ثلاثمية لكنك تشعر الإبن كما أني حريص يا ابني يا ولدي يا بنتي كما أني حريص على دنياك تراني حريص على أخرك كما أني حريص أني يفرحك بهدية تستمتع فيها هنا تراني حريصك لكني يفرحك بهدية تكون في ميزان حسناتك و السجل أعمالك تراها يوم القيامة بإذن الله عز وجل ثقيلة في الميزان صدقة على خدمة كتاب الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر